قيل عنه في هذا المقام يعني وأستفيد من حضور حضرتك في درء شبهة إن وجدت أيضا يعني أو مفسدة إن وجدت إنه كان يعني يغيب فلا يصلي كان يعني يحضر في حال بمفرد فينقطع عن الصلاة لفترات كان يأمر بأمور يعني خارقة أو خارجة عن المعتاد نتيجة أنه تأتيه بعض الخوارق أشياء من هذا القبيل ماذا يرد في هذا المقام الآن والله هو يعني شخصية سيدي أحمد الباديو رضي الله عنه من أكثر الأولياء اللي يعني توجه إليها أسهم الناقضين ما بين فعلا زم حديث قلت يعني شبهة التشيع شبهة إنه هو ترك الصلاة ترك الصلاة شبهة إنه عنده حال أشبه باليعني قالوا عليه في يعني والعزوة لا بالجنود يعني أكاذيب كتيرة ودي طبعا غرضها يعني كراهية الناس في الشخصية رقم واحد من حيث الشهرة في الولاية ولكن طبعا إما نيجي بقى بصفة علمية أو بصفة أكاديمية أولا كل هذه أكاذيب 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 وأباطيل ومقصودة بسبب يعني طبعا الناس تكره الأولياء يعني كان يقيم الصلاة يعني هذه أمور يحافظ عدد بالعكس يعني ده بعد يعني لم يكتفي بفرائد الخمسة يعني طبعا قيام الليل قراءة القرآن طوال الليل ودي المراجع الصوفية زي مثلا الدكتور عبد الحاليم محمود شيخ الأزهر دائرة المعارف مثلا نجد مثلا سيد عبد الوابع الشعراني في طبقات الأولياء يعني ذكر طبعا المناقب بتاعته وقال عنه يعني بعد برضو ذكر اسم سيدي أحمد البدوي قال وشهرته في جميع أقطار الأرض تغني عن تعريفه ولكن نذكر جمرة من أحواله تبركا به يعني الشهرة بتاعته وصلة لجميع أقطار الأرض نجد أيضا نقود شهادة من شهادات مشايخ الأزهر وأنا قاصد أن أقول إن الشهادات لما تكون من شيخ أزهر ده إمام للمسلمين وعلى علم وثقة بين الناس إما يجي مثلا الشيخ الأحمد الزوهري إما يقول لنا إن سيدي أحمد البدوي كان له النصيب الأوفر في التربية الروحية يعني في تربية الناس ما هو شهرته جاب منين الناس كانت بتأتي وتتبرك وتفرع من عنده العلماء والأئمة ونشروا علم الطريقة الأحمدية وأسقار وورد الطريقة الأحمدية مش في مصر بس تخطت مصر إلى جميع أنحاء العالم عشان كده قال كان له النصيب الأوفر في التربية ولقد اشتهر عنه بأنه كان يأتيه الرجل القروي من سوء إلى القرية البسيط فلا يرجع إلى أهلي إلا وقد امتلأ بالحب الرباني فلا يعلم إلا الله قدر من انتفعوا على يديه أدي شهادة شيخ أزهر سيدي أحمد البدوي بأن المكان اللي فيه مقام سيدي أحمد البدوي يمتلق بالنور يمتلق بالحب الرباني الزائر يجي يرجع بالأنوار يرجع بهدوء وسكينة ودفايد الزيارة الأولياء يرجع من عند الأولياء أنه هو زكر سيدنا رسول الله في أهل بيته زكر المودة راح لمودة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل دوت في أماكن أضرحتهم في مساجدهم عامرة بالخير الناس كلها تحب أن تروح تزور وتصلي في المساجد الكبرى لأهل البيت ومصر الحمد لله عامرة بمساجد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم